نبقى مشاهدين في سياق المجهودات المبذولة لدعم فلسطين أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار اليوم بطلب منه محادثة هاتفية مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية تناولت القصف الذي تتعرض له غزة وضرورة وضع حد له دون تأخير وشدد الوزير بصفته رئيس المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية على أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي تعد تونس إحدى الدول المؤسسة لها لا يمكنها وفقا للقيم الإنسانية للفرنكوفونية أن تظل صامتة في مواجهة حالة كارثية مماثلة وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية واتفق الطرفان خلال المكالمة على ضرورة العمل من أجل التكريس الفعلي للقيم المشتركة كاحترام الحق في الحياة والعيش المشتركة التي تقرها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي من المفترض أن تسود في جميع أنحاء العالم وتأتي هذه المحادثة بالخصوص في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري المقبل للفرنكوفونية والذي سيعقد في العاصمة الكاميرونية تحت الرئاسة التونسية يومي الرابع والخامس من نوفمبر المقبل